مشاكل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي مع القضاء لا تريد أن تنتهي قرار جديد لمحكمة الاستئناف بباريس يؤكد قانونية استخدام تسجيلات سرية لمكالمات ساركوزي مع محاميه لاستعمالها كوسيلة إثبات في تحقيق حول قضية فساد يتهم فيها الرئيس الأسبق ساركوزي الذي يرأس حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية أكبر أحزاب معارضة متهم بالتشور حول منح قاض وظيفة مربحة مقابل معلومات سرية حول قضية فساد أخرى تتعلق بتمويل حملاته الانتخابية الحكم يشكل ضربة إضافية لساركوزي الذي عاد إلى الساحة السياسية في العام الماضي استعدادا لترشحه المتوقع للانتخابات الرئاسية عام 2017 وقام المحققون بالتنصط على اتصالات ساركوزي بعد معلومات تفيد بأنه قبل دفعات غير قانونية من إحدى سيدات الأعمال في حملته الانتخابية عام 2007 أغلبها نقدا وتم التبرئته في 2013 من تهمة استغلال المعنية بالقضية لكن التحقيق أخرج إلى العلان اتهامات أخرى حيث ناقش ساركوزي إمكانية منحقاض في محكمة السيناف العليا منصبا مربحا في موناكو مقابل معلومات داخلية حول القضية ووجهت للرئيس الأسبق تهم بالفساد واستغلال النفوذ وانتهاك السرية في هذه القضية ورغم أن القاضي لم ينع المنصب المذكور فإنه اتهم إلى جانب محام الرئيس السابق في القضية وحاول فريق الدفاع الخاص بساركوزي منع استخدام التسجيلات باعتبار أنها انتهاك للخصوصية بين المحام وموكله لكن المحاولة باءت بالفشل قرار يهز مجددا صورة ساركوزي أمام الرأي العام الفرنسي ويضعف من آماله في عودة قوية لصدارة المشهد السياسي في البلاد